يحاول المسيحيون في القدس هذه الأيام إشاعة شيء من الفرحة في خلال الاحتفالات بعيد الفصح المجيد التي تتم رغم إجراءات الاحتلال الأمنية في القدس المحتلة تحديدا لكن واقع المسيحيين في المدينة أصبح بعيدا كل البعد عن أي احتفال حيث يتهدد مسيحيي القدس خطر وجودي قد يصل حدا قراضهم بحسب الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات عدد المسيحيين في القدس سنة 1947 كان 27 ألف العدد حاليا لا يتجاوز في القدس أربعة آلاف مسيحي والسبب في ذلك سلطات الاحتلال من جانب أول والتضييق على المسيحيين انتعلق العمر بالعمل أو بالأرنونة أو بالوجود وهناك مطاردة لهم في مدينة الكست لتفريغها ليتسنى للاحتلال توطين المستوطنين مكانهم في هذه المدينة إلى جانب سياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين بمن فيهم الأقلية المسيحية التي تشكل جزءا أصيلا من المجتمع الفلسطيني منذ آلاف السنين فإن أعدادهم تتناقص في أماكن تواجدهم الأخرى في فلسطين حيث لم يبقى سوى ثمانية وثلاثين ألفا في الضفة الغربية وأقل من ثمانمائة في غزة أما عددهم داخل الخط الأخضر فيصل إلى مائة واربعة عشر ألفا تحاول إسرائيل تضييق الخناك على المسيحيين لتهجيرهم بوسائل غيبية حتى أن لا تشن أوروبا هجوما عليهم سياسات التهجير الإسرائيلية التي تمارس ضد الفلسطينيين تتنوع منذ عقود من استيطان وهدم للبيوت وسحب الهويات من عشرات ألاف المقدسيين نسبة المسيحيين في فلسطين قبل النكبة كانت 25% من السكان فيما أنها اليوم لا تصل إلى 2% من سكان فلسطين التاريخية في ظل سياسات تهويد لا تتوقف ومحاولات منهجية لتفريغ القدس المحتلة من سكانها العرب فإن خطرا وجوديا حقيقيا بات يتهدد وجود الفلسطينيين بمختلف طوائفهم وهذه حكاية البدينة منذ احتلالها عام 67 وحتى اليوم زياد حلبي العربية القدس المحتلة